السلام عليكم، شايفين الجمل والحلاوة يا جماعة زيكل يا حبيبتي، عملين ايه؟ ياربوا وكلكوا عندك تكونوا في احسن حال فيديو النهاردة بصوا كده من العيار التقيل فيديو بقى اللي احنا كلنا بنحبه وكلنا بنستنىه كده يعني بفرغ الصبر فيديو النهاردة بجد هيكون فيديو مقدمه لك انتي غالي باش استني كده استني استني حط لايك لايك كدير 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 علشان فيديو النهاردة بجد يستهل منك احلى لايك وكمال كميل الفيديو للاخر لان بجد فيه تفاصيل وفيه حاجات جدا جدا هتفيدك ولو بمعلومة بسيطة او لو بفكرة بسيطة صدقيني انت عارفها لما انا بقولك كميل فيديو الاخر بيكون فيديو حلو جدا وبيبقى فيه تفاصيل كده ممكن تفودك فيه قبل بكامل الفيديو بتاعنا متنسوش لو انت او مرة بتشوفي القناة بتاعتني خلي الفيديو ده اسعيدني وجودك معايا غالية وتنورك لعائلتي الكبيرة واشتركي في القناة عشان يوصل لك كل جديد مني ويرد فعالي زرار الجرس على الكل علشان يجي لك كل اشعاراتي بالفيديوهات الجديدة وبفيديوهات اليومية ببداية كده قبل ما نكمل الفيديو كمان فاول فيديو حبيت ان انا اتكلم فيها علشان بس كلكم تكونوا عارفين توقيت الفيديو بتاعي بينزل الساعة كام بينزل كل يوم الساعة 11 ونص مساء بتوقيت القاهرة زي ما انتو شايفين فيديو النهاردة يكون فيديو للسيدة الجميلة اللي احنا كلنا بناشقها السيدة فرح اللي بصي يعني عايز اقولكو كده قلبة التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا وافكارها الرائعة وبدكوراتها الشيك عايز اقولكو كمان اللي كل دكور وكل قطع هي عندها او موجود عندها في قلب البيت ده من تصميمها هي عندها مصنع كبير ما شاء الله اللهم بارك يا رب بتنفس فيه كل تفاصيلها وكل حاجاتها اللي انتو بتشوفوها عندها في قلب البيت مش بس كده هي سيدة اعمال كبيرة جدا 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 ما شاء الله عليها اللهم بارك حاجة كده فوق الوصف ما تتوصفش من جمالها وشاكتها واناقتها اللي احنا بنحبها بنحب زوها الراقي ترتبها النظيف يعني بصوا كل حاجة كل حاجة انا بصراحة عاجزة عن الكلام في طريقة تنظفها وتنظمها وكل حاجة كمان انتو شفتو كده فوق البتوجاز ويمكن قبل كده حد سألني ايوة هي لفوق البتوجاز دي هي ايوة لفوق البتوجاز دي دي بتكون عبارة عن حنفية او فلتر الحنفية دي طبعا بتبقى فوق البتوجاز على طول بيستخدموها للمأكلات بتاعتهم او للاكل بتاعهم بدل ما هم يروحوا ويجوا على الحوض وده طبعا تنظيم وترتيب للمطبخ بتاعها فزي ما انتو شايفين اول حاجة هي كانت جايبة المنظمات اللي هي الاكليريك او جايبة المنظمات الجديدة طبعا هي بصو هنا متقسم التنظيم بتاعها او المنظمات اللي هي جايبها جايبها جديدة يعني متنظمة كده زي ما انتو شايفين حابة بقى تحط اي وجبة في التلاجة ليها الاولادها لزوجها المهم ان هي تكون الوجبة بتاعتها تكون منظمة وتكون بشكل حالو طبعا شايفين بقى يعني هي كمان بتوريكو ان هو بس مش مش تقدر ان هي تحط فيها تنظيم اكل بس او الكلام ده لا هي تقدر كمان اا يعني لو تفضل عندها اكل بالليل او اي حاجة بتحطها في قلب المنظمات دي وتحطها في التلاجة عادي اا هنا بقى هنيجي لل اا كوفي كورنل اا زي ما انتو شايفين اا يعني حابت كده ان هي تنظم اا في الدنيا بحيث ان هي برضو زي ما انتو عارفين ان هي بتحب التنظيم جدا جدا بصوا بقى اا قبل كده تسألت على الجراد او هما بيعملوها ازاي او الكاندي جار اا هما بيعملوه ازاي اا فزي ما انتو شايفين يعني انا والله اتكلمت في اكتر من فيديو بس انا بحب ان احنا كلنا طبعا نستفاد نستفاد من الفيديوهات كلها اا اللي بنزلها مش مجرد فيديو بنزله على القناة وخلاص لا الغرب من الفيديو للافادة ان احنا بناخد افكار وبناخد معلومات اا بنبتدي ان احنا نطبقها في بيوتنا ازاي ما انتو شفتو الجاراد دي او البرطامونات تقدر اني كنت تجيبي برضمان عادي جدا اا وتحود حد دي باللازل من اه من تحت كده اا علشان لو انت محبه تروشيه او حاجه او مش حابه تروشيه ممكن تعملي فيه اللازل اللي هو عم بيكون اه اا بيلسأ على البرطامونات او الجاراد اا طبعا هو بيكون باللون الجلد تقدر اني كنت تحطيه وتقدر اني كنت ترش الغطع باللون الجلد وباللون الابيğer ده لو عندك الغطا مش حبة انك انت يعني تخليه على حاله او تخليه بشكل تاني فتقدر انك انت تتنظميه براحتك هنيجي هنا بقى ده للمكان اللي هي الادراج اللي هو في نفس المكان بتاع الكوفي حطت فيه طبعا كل المشروبات بتاعتها وكمان المعالق شايفين كمان فكرة المعالق يا جماعة عجبتني جدا مش مجرد ان هي بتحط المعالق كده وخلاص لا بتحطها في علبة محكمة الغلق علشان تقدر ان هي تقفلها وفي نفس الوقت ما تتطربش او لما ييجوا ياخدوا منها تكون حلو هنا بقى تنظيم بتاع التلاجة بتاعتها زي ما انت شفتوا نظمت فيها كل حاجة او مستكد التلاجة قبل ما بتحط حاجتها دي وده يعتبر مشترياتها الشهرية اللي هي بتجيبها نظمت التلاجة غسلت التلاجة غسلة حلوة كده وبعد كده ابتدأ ان هي تحط الخضار بتاعها والعيش وكل حاجة طيب هي هل التلاجة اللي هي جايبها دي نوعها ايه او الكلام ده بصوا يا جامعة فيه تلاجات كتيرة في الاسواق دلوقتي نفس الاشكال بتاعتهم كده بالزبط والتلاجات دي بيكون مثلا نوعها LG عايز اقولكم ان LG بيكون حاجة حلوة جدا او يعني مركتها بتكون حلوة جدا كمان فيه نوع تلاجة تاني بس صراحة مش فاكرة والله اه اسمها ايه حلوة جدا وممتازة برضو عشان لو عروسة بتجهز او ستة بيت اه يعني بتجيب حاجات جديدة في بيتها بتكون اخدا فكرة عنها او تكون اخدا معلومة عنها يعني هنيجي هنا بقى اه طبعا ليه الحوض بتاعها طبعا المنظف اللي هي بتغسل بيه الحوض المنظف دوت يعني هي مش عاملاء اللي غير للحوائد بس او للحوض بس يعني مش الحوض بتاع المطبخ بس لا اه ده كمان الحوض بتاعي الطويلت وده هتشوفوه دلوقتي كمان اه في اه باقي الفيديو هي بتقول كده بتحب بعد ما اه بتغسل الحوض لازم اه الحوض كده يعني تعمل اللي فيه او تعمل الجولد اللي فيه علشان خاطر يكون يديله اللمعة الحلوة اللي هي ترتح لها او اللي هي بتكون مفضلها طبعا شايفيني جماعة التنظيم والترتيب ده حاجة حلوة جدا جدا واللهي انا انا عن نفسي يعني بحب التنظيم بحب الحاجات الجديدة واحنا دلوقتي بقينا يعني في عصر حديث وفي نفس الوقت اه يعني العصر الحديث ده عايز اقولكم ان هو ممكن يكون مكلف ودلوقتي احنا يعني في ايام الحمد الله والشكر لله على كل حال ربنا يا رب يفكها علينا جميعا ويفرجها علينا جميعا يا رب اللهم امين ويدي كل واحد يا رب على الدنيته ويدي كل واحد يا رب برزقه اللي يحبه يا رب ان شاء الله وربنا يكرمكو يا رب من اوسع ابوابه ولكن استبر حلو استبر مفتاح الفرج ازبري ان شاء الله ربنا هيديكي ولكن اه يعني بصوا دايما كده خلى عندكم يقين اه بالله ان كل حاجة ربنا بيدهالنا بيبقى يبقى قضاء من ربنا ولازم نقول الحمد لله والشكر لله عليها ايا يكون ايه هي الحاجة حتى بعد الشر بعد الشر عليكم وعلينا يا رب لو لو هو تعب لو شوية تعب لازم نقول الحمد لله لازم نشكر فضل ربنا علينا اه زي ما اقول لكم ايا يكون هو ايه ربنا مدهالنا فضل ربنا بيكون حلوة علينا جدا يعني بكل حاجة ولازم نقول الحمد لله والشكر لله على كل حال وان شاء الله ان شاء الله ربنا يدينا اللي احنا نفسنا فيه اي حاجة انت نفسك فيها دلوقتي او اي حاجة بتحلامي بيها او اي حاجة شفتيها عند حد ونفسك فيها اهم حاجة انك انت تقول ايه ما شاء الله 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 مبارك وصدقيني صدقيني ربنا هيكرمك وربنا هيديكي لو مش دلوقتي صدقيني هيجي عليك اليوم ان ربنا هيديك فيه الحاجة اللي انت بتحبيها والله العظيم انا بكلمكو كلام عن تجربة صدقوني اصفوا ان هي لله واسبوها لله وكل حاجة قولي الحمد لله والله العظيم فضل ربنا يا جماعة لنا حلو جدا قولي الحمد لله في كل حاجة وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيديكو كل نفسكو فيه ويجبر بخطوركو يا رب ان شاء الله وانا معاكم عايز اقولك كمان لو انت وصلت الحدات هنا من الفيديو ونسيت تحط اللايك يا ريت تحط اللايك انا بفكرك اهو يا غلي بصوا بقى كانت هي هنا السيدة الجميلة اللي معانا كانت جايبة المكنسة الجديدة هي طبعا مكنسة بالكهرباء زي ما انتوا شايفين متعددة لاستخدام في حاجات كتيرة مش بس في السجاد او في السيراميك لا ده كمان لو فيه اي حاجة عندك على الرخيم او على الجدرون او الكلام ده بتشفوته بسرعة عجبيتني بصراحة وزي ما قلتلكون ان هي لها اكتر من استخدام واحد شايفين كمان الانترية السلم الحاجات يعني ما شاء الله حلو عشان لو اي حد شافها او حابب ان هو يجيب منها يكون اخد يعتبر ريفيو عنها بحيث لو حاب ان هو يجيبها شايفين بقى ده المفروض الجهاز بتاع الشحن بتاعها او الجهاز بتاعها كمان فيها معاقم يعني ما شاء الله عليها حلوة جدا على الفكرة عايز اقولكم ان هي ممكن تكون ارخش شوية من اللي احنا بتشوفها على طول اللي هي الكبيرة زي ما تقولكن على هوفر هنا طبعا المكان بتاع الغسيل بتاعها او الغرفة بتاع الغسيل ودي ما شاء الله عليها زي الفل ما فيش فيها اي حاجة عايزين كمان نشوف النهار ده بقى التغيير والتجديد اللي هي عملته لغرفة النوم عندها هي هنا غيرت السرير بتاعها بما اني يعني مثلا زي ما تقولون هي بتحب التغيير وبتحب التجديد فغيرت السرير بتاعها بالشكل اللي انتوا شايفينه وهاجبلكو دلوقتي السرير بتاعها كان عامل ازاي عجبني فكرة جدا جدا ان هي السرير بتاعها باللون الابيض ولكن هي مدخلة معايا اللون الكشمير او باللون البينك او باللون الوردي زي ما انتوا شايفين حلو جدا عجبني دكوراتها بجد بعشاء الدكورات بتاعتها لاني بحست ان هي مستقف كل حاجة وكل حاجة كده تحست ان فيها تنصيق هنا كمان الكمود بتاعها عاملا باللون السيلفر وزي ما انتوا شفتوا ان هي حطت فيه الحاجة شايفين بقى شكل القوضة وجمال القوضة بعد ما خلصت بجد يعني بصوا ليها رونق تاني بصراحة ليها شكل تاني وجمال تاني انا شخصيا انا شخصيا والله العظيم والله العظيم اتعلمت منها حاجات كتيرة واخدت منها افقار كتيرة بنفزها في بيتي وبطبقها في بيتي بالنسبة كمان عايز اقول لكم انا بشارككم فيديوهاتي كمان عن تنظيمي في بيتي وترتيب في بيتي فيه منكم الكثير ان عارف قناتي التانية وفيه منكم ممكن يكون او مرة بيشوفني مش عارف قناتي التانية انا ليه قناة تانية اسمه احب حياتك وبيتك معرودي هتلاقوها موجودة عليها نفس صورة البروفايل اللي انتو شايفينها هنا هتلاقوها نفس الصورة بالزبط بس القناة احب حياتك وبيتك معرودي بشارككم فيه كل حاجاتي برضو اللي بعملها عشان فيه ناس كتيرة بتقولي طب انت بش معنا مش بتشاركي حاجاتك لأ بشاركها والله العظيم بس على قناتي التانية لو انت مش مشتركة فيها روح اشتركي ووليلي ان انت جاية من عندي من هنا من القناة بتاعت من اوعات رودي هنيجي بقى للحمام او الطايلت بتاعها هي بتاع الغرفة حاجة كده اخر جمال حاجة كده من الاخر بصوا زي بيقولك ده فاخر من الاخر حاجة كده جميلة جدا جدا بصرف النظر عن ممكن يكون الجدران عندها غامق ولكن هي برضو مفتاحة الدنيا بتنظيمها هي او بترتبها هي جامعت ما بين التربيزة الصغيرة الجلد وحطت فيها المنزيل وحطت فيها الدكورات الجميلة بجد شايفين الجمال يا جماعة حاجة كده جميلة حط لايك بقى لو انت نازية والمكان عجبك نيجي هنا للريستبشن عندها او المكان اللي فيه الانتاريه بتاعها وهنا برضو كانت جايبة اواجورة جديدة حصل برضو ان هي يعني تنظم الغرفة او تزبط الغرفة بذكرات بسيطة هي عندها هنا بصو عندها مكان عينة فيه كل الدكورات بتاعت البيت وكل الانتيكات بتاعت البيت شالت الاتنين فوتيه او 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 تنين الكورسي بتاع السالون او الريستبشن اللي كان باللون الابيض او بالقوف وايد وحطت باللون الاسود لانه طبعا المكان فيه اللون الاسود هنيجي هنا بقى ليه المكان اللي هو بتاع السفرة او ده مفروض ان هو البوفي او البار اللي هي بتحط فيه كل حاجات السفرة يعني هي منظمة بس لحاجات السفرة الاطباق كمان الفوت بتاعت السفرة كمان المشابك او الادوات الجميلة اللي هي بتزين بيها الفوت اللي هي بتكون حطها على السفرة وده بيكون من اختيارها هي كل حاجة بتحطها هنا في البوفي بيكون من اختيارها وكمان من شغل ايديها هنيجي هنا بقى للسفرة ذات نفسها يعني بما ان نظفنا البوفي مش هننظف كمان السفرة لا طبعا لازم كده ان هي تنظف السفرة بتاعتها ويتنظم السفرة بتاعتها بالشكل الجمالي اللي انتو شايفينه بس هنا بقى بتحط الحاجة على البوفي وبتحط كمان الاباجوري حتى بقى بجورة واحدة بس ولكن بتجمع برضو ما بين الجمال والنظافة كده والمكان النظيف هنيجي هنا للحمام مفروض ان الحمام دوت بتاعهم برضو او حمام الضيوف بتحط كده الجرات وبتحط فيها الستيكس وكمان المنادير كل حاجة للطايلت بتحطها كده بشكل منظم او بشكل مهندم وطبعا بصوا فكرة حلوة جدا ان كنت تكوني حطة زي نظام صانية صغيرة او تحطي اي دكور انت حبها ناحية الحوط بتاع الطايلت وحط عليه فوض كده صغيرة بصوا هي بتكون حلوة في مننا اللي ممكن يعمل كده وفي مننا لا بس هي بتكون حلوة لو اي ضيف جالك بتكون في حاجات زي كده محطوطة هنيجي بقى للمكان اللي هو الركن البسيط لاستغلال المساحات الديقة شايفين هنا حطت اكتر من حاجة لاستغلال المساحات الديقة تربيزة بست كده فرقن بسيط وحطت فيه دكوروط يعني هي بتوريك وتقدروا تعملوا ايه او تقدروا تنظموا ايه او تحطوا ايه بافكر كنتوا بقى المتميزة بافكركم الجميلة اللي انتوا بتحبوها جابتلكوا اكتر من شكل علشان تشوفوه وفي نفس الوقت كمان يعني يكون الدنيا حالوة بعد المقطع ده بالضبط هتشوفو السيدة الجميلة اللي معينا وهي كانت في فرح اختها وصديقتها وده كانت السيدة اللي كانت معينا النهاردة السيدة فرح يا رب يكون الفيديو عجبكو ويكون السيدة الجميلة كانت معينا النهاردة عجبتك واشوفكم الفيديو الجاي ومع السلام